السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع ايمان فتيان. ان شاء الله الفيديو بتاعنا هيكون عبارة عن التركيب الشعر بتاع الشخصية بتاعتنا. هو التركيب اللي احنا معتدين عليه. هاوريكو طريقته بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله. انا قررته قبل كده في شخصية قبل كده. ويلا نشوف الطريقة بتاعتنا. الصوف اللي هستخدمه هو صوف اه اسمه اه. ده اسبرينج اه رخيص واي نوع صوف عادي استخدمه لو بقى فيه وابرة كده. تمام. واحتاج اه اه كارتونة حوالي عشر صنط اتنشر صنط على حسب. اه 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 اشتغلت بيه. طبعا كل تشعر ده يعني كل شعر ده بعد شوية هنปدأ. نقص قصه هنكروه اه بعد ما وان زراعه هنكروه. وبعد كده ن نقص قصه على حسب شكل الشخصية اه 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 اين يعني هو اه كいきكم طريقة بازن الله. اه اول اوفر اوفر في الخامة نفسها يعني مش زي الشعر الحراري شعر الحراري جالي جدا الخاص للواحدة ممكن تتجاوز السبعين جنيه اه فانا لما استخدمت استخدمت النوع ده بدأت ان انا ازبط على حسب الشخصية بالزبط وازاي خالي التسريحة بتاعت الشخصية فده النوع اه حلو قوي اللي هو موضوع اه الشعر ده وفيه فانانات كبار جدا بيشتغلوا بالصوف مش شرط يشتغلوا شعر اكستنشن يعني فانا بصراحة بحبه جدا في الشغل بيديني اه الشخصية اللي انا عاوزها بالزبط يعني تصميم الشعر زي مسلا انتنى ورنة زي كونان كل الكلام ده بيزبط معي ديوقتي هابدأ هابدأ قص من طرف واحد كده تمام بالشكل ده ويه الفتلة الفتلات اللي انا طلعتها دي هابدأ اسحب منها كده واسعب بقى الخط ده بيجيلي على ثلاث اه على ثلاث خيوط او على خطين كده هابدأ اسحب واحدة واحدة كده ده بيبقى احسن في حاجة لما لو اشتغلت بذات لان كمان حجمها العروس صغير بتاعتي فلو اشتغلت اه اه شعر اه شعري وابدأ اشتغل اه اه كل واحدة على حدة بالطريقة دي اه كنت اقول حاجة كمان يا بالنسبة لما انا بفكها بالطريقة دي بيبقى سهل جدا علي يعني انا بعد الوقت بقيت باكويها مثلا ممكن ساعات محتاجش ان انا اه امشتها تمام ساعات اكويها بس با مكوة ومحتاجش ان انا امشتها اه لو انا حابة امشتها شوية بامشتها من الاطراف كده بعد ما اكون كوتها تمام انا عملت ايه هنا انا طبعا اه زرعت في الراس من هنا هون من اول الراس كده بعد سطرين تقريبا اه قبل سطرين من ادوار التناقص بدأت اه اعمل شكل الوش بالطريقة من هنا كده هون وزرعت في الراس كلها من جوه في ادوار التزايد او التناقص اللي هي في الراس اللي هي في الراس هنا عبتها كلها طبعا لسه باقي عندي الحتة اللي هي دي بس اواريكو طريقة الزرع عشان الناس الجداد معي يعني باجي مثلا هنا كده هون بادخل في غرزة او غرزتين على حسب انت حابة ايه شعري يبقى كثيفة عندك قد ايه بدخل كده ودخل الابرة وبعد كده اطلع وشد الخيط بالطريقة دي اجرب معاك واحدة كمان تمام تمام طبعا انا عبيت طبعا جنبها كده على طول ابدأ ادخل ودخل كده كده في بقسيمه بالنص كده وابدأ اسحب واعمل عقدة بالشكل ده تمام لجاية ما اه تعملي كل الشعر ده اه طبعا انا في كزا طريقة عم يعني اه احترت طبعا دي الشعر بتاع الشخصيات تب writesنا بيبقى ايه خلف كده لادك من قدام او او كثيف يعني كدير ثم لو عملت اه جمان كل الظهر ده쳐 بتاع الرأس سيكون اكثر من كده كمان ايه ف انا بممكن اعمل حركة فكرت فيها 很 لكنه الناس ان touching المتجل الفيديو اللي هي هتجيبي كده اللي هو اخر مثلا لدينا اصف madre من هنا هو. كده مسلا. زي ما انتم شايفين كده. هبدأ اعمل ايه? ابدأ اجي من ورا كده كل واحدة. كل حاجة كل واحدة مسلا عملتها. هاجي من ورا كده وابدأ. ادخل الابرة بتاعتي. واسحب بالشكل ده. تمام? منه هتداري الجزئية الورا دي. بالشكل ده كده. افضل من انك تلزقيها او لو حب ان انت تعبيها يعني دي حاجة هترجعلك. بس انا هقولك وانا عملت الشخصية بتاحت ازاي. اهي كده. يبدأ اطلع. طبعا زي ما قلت لكم ده اول ما با اعملها على اتنين كده هو. بيبدأ يوفر معي بالشكل ده. تمام? هبدأ بالنفس الطريقة. هدخل في الغرزة كده هو. واجيب. خط بتاعي كده. بالشكل ده. طبعا عايزة تتقليها كده. حتى تتعين. يعني الفراغات تعمل معك اكدر. اهي. وممكن تنزلي على الغرزة اللي تحتها. وتدخليها فيها بالشكل ده. تمام? كده هو. وابدأ اعب بيها كده كل الحتة بالطريقة دي. تمام? بعد ما كوني زرعت كل حاجة وزبطت الدنيا من هنا. طبعا ارجع لكم بعد ما كون اعملتها كلها كده. واقل لكم هنعمل ايه في الجزئية اللي قدام دي. و هنزبطها. ما تقلقوش من الشكل ان شاء الله يطلع كويس. اه دلوقتي اه 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 دلوقتي هن اه اه هوريكم طريقة البندانة بتاعت او اللي بحطها على راسه دي. الشخصية بتاعتنا. بحطها على راسه. زي بندانة كده للشعر. اه هجيب خط اللي هو الفوريفر عندي و ابرا مقاس واحد. وابدأ اشتغل عدد سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة لغاية ما اعمل آآ سلسلة اه اكبر من محيط الرأس بتاعي دوران الرأس. آآ بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا كده عملت تمانية واربعين غرزة سلسلة. آآ عملتها طبعا مش معاملة للراس كلها. معلش يعذروني ان انا قلت لكم اعملوها على طول الراس. بس انا عملتها كده هو. بعد كده هعمل سلسلة اقدر اربط بيها من ورا. تمام? عشان ما تبقاش تخينة اوي. تمام? فهبدأ تمانية واربعين سلسلة دول. هشتغل فيهم. حشو كده. اول دور حشو. ايوه كده حشو. اشتغل حشو. وبعد ما خلص الدور ده هلف الشغل. واشتغل برضو حشو. كله جرزة. وهي هعمل كده دور بنفس الطريقة كده. كده هو بعد ما خلصت. آآ آآ السطر معي. هبدأ عليف الشغل. واشتغل. حشو برضو. بنفس الطريقة. في كل ورزة ورزة حشو. حشو. تمام؟ وكمل لنهاية الدور. بعد كده ألف برضو الشغل. بتاعي. ربطة عندي هتبقى عندي مشكلة. تمام؟ فاكملها الادوار بتاعتي. وارجعلك وقول لكم انا عملت كم بالزبط. رحيم الرحيم. آآ كده بعد ما عملت آآ خمس ادوار الحشو. بالشكل ده. ابدأ بعد كده. اجي كده في المنتصف. وابدأ اعمل سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. تمام؟ بالشكل ده. وابدأ اشتغل فيها حشو. عشان دي هنقدر عشان نربط بيها البندانة بتاعتنا. بالشكل ده. والنحية التانية برضو نعمل برضو فيها آآ تسعة. تسعة ورز. واقفل بمنزلقة بالشكل ده. طبعا زي ما انتم شايفين جده. نعمل نفس الحركة في الناحية التانية. بس قبل قبل ما عملها دي هوريكم الطريقة بتاعة العلامة اللي على البندانة بتاعته. تمام؟ هجيب آآ انا عندي هنا خيط تقريز. لون رمادي لان انا محتاجة خيط ارفع من ده. تمام؟ فهبدأ اجيب الخيط بتاعي. وهاشتغل. هاشتغل كده. هاشتغل سلسلة مسلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة تمانية تسعة عشر عملت عشر آآ غرز حشو بعد كده هاشتغل في كل غرزة حشو واحد اتنين تلاتة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة واخر غرزة اللي هي التمنى دي اشتغل فيها اربعة حشو واحد اتنين تلاتة واربعة وهاكمل بقية الدور اشتغل حشو بطريقة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واخر غرزة اشتغل فيها اربعة حشو واحد اتنين تلاتة واربعة واربعة تمام هكمل بقى حشو طريقة دي ولمة اجي عند الاربعة حشو اللي في نفس الغرزة هعمل فيهم تزايد تمام هبدأ اعمل تزايد في كل جرزة من اربع غرزة تلاتة اشتغل حشو اشتغل حشو اشتغل حشو واخر غرزة أشتغل حشو اشتغل حشو اشتغل حشو اشتغل حشو واخر همه قصدي تزايد اربعة مرات اشتغل حشو تمام؟ تزايد تزايد وتزايد واخر حاجة تزايد الاخيرة تمام؟ تمام واخر حاجة تزايد ثم اضاف التزايد بتاعي. ابدأ احطه بالشكل ده اولا حبي انت خياتوها اجيبها بالمنتصف. بالشكل ده كده. اهو. بالشكل ده. وبقيت التفاصيل طبعا اللي هي الدايرة اللي عاملة زي كده دي. هتبدأوا ترسموها على في المنتصف هنا كده. تمام? ودي شكل البندانة بتاعتنا. هرجع لكم بعد ما اكون خلصت الشعر. واركوا طريقة قصة. والبندانة بتاعتنا. يا رحمن الرحيم. اه كده شكل البندانة اللي انا عملتها او الربة بتاعت الرأس بتاعته بالشكل ده. تمام? ربطة من وراء وسبتها بدبوس كده. بس علشان اوريكم آآ قصة الشعر. طبعا الشعر انا كوته وصرحته. تمام? صرحته تصريحة خفيفة كده يعني. تمام? هبدأ بعد كده. حاول ان طبعا خدت هنا الخسلطين في الجنب. اللي عند الودن المفروض هنا فيه ودن اصلا. اللي هابدأ اقصهم. ويفضل يبقى عندنا اللي هو الغرة الابيض. نخففه بمية. ونحاول لنعمل اطراف بتاعتنا بالشكل ده. تمام? انا برضو هحاول اصغرها شوية. لما اعمل الودان هيبان اكتر. تمام? ونحط تانية برضو. بدأت اصرتها كده هو زي ما انتم شايفين. هجيب الجنب الابيض وابدأ اعمل آآ بالفرشة كده عليه علشان يثبت. تمام? وبردو من ورا هيبقى بنفس الطريقة كده مش عارفة اتحكم علشان آآ البتاع الكاميرا. تمام? وهنجيب الجنب الابيض بتاعنا برضو. ونثبت به بالشكل كده. تمام? نجي بقى للحتة الاهم عندنا. وهي اللي هي هنا دي. اول حاجة هحاول اقص الاطراف دي. واحدة واحدة هبدأ. انا قصيت برضو آآ شوية كمان علشان حسيت ان هو طويل. بالشكل ده. ابدأ بقى اجيبه خصل خصل كده. غبرمه من تحت. بالشكل ده. علشان يعمل لي بتاع الشعر وبتاع الشخصيات التعلي. طبعا لو حابين بقى تثبيته الاطراف دي اكتر زي ما قلتلكو بآآ آآ اسمه ايه? بتخفيفيه الاسمه ايه يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم. الغير الابيض. ايوه كده. تمام? احنا عارفين ان فيه مسلسات كده حوالين. طبعا شخصيته مفروض يريد تبقى جنبك وانتي بتشتغلي. بعمله كده علشان آآ يعمل لي اللي هو الوابرة اللي في الاخر بتاعت الشعر. اهو كده. علشان اما اعرف اه مفروض انا هاقصه. بس القرارات بتبقى قدام الكاميرا صعب شوية. تمام? نبدأ قصر في الشعر كده. طبعا النتيجة اللي اوصلها في الاخر او اللي انتم شفتها من العروسة نفسها انا هاعد طبعا وقت طويل عبل ما ازبط الشعر زي ما قلت لكم كل شوية كده تمسكوهم وتعملوهم بالغرم بالشكل ده طبعا الشكل المكتملش عندنا بس او يعني وضحت ملامحه او معالمه بالشكل ده كده الشخصية بتاعتنا ممكن اقص برضو الاطراف دي تاني فان شاء الله حاولت ازبط الشكل على قد ما اقدر زي ما انتم شايفين زبطت برضو اكتر اه بورا الكاميرا الشكل ده علشان يقرب لكم الشخصية اللي انتم عايزين تعملوها تمام وده كده شكل شعر بتاعنا اه لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس واستودعكم الله واشوفكم اه في فيديوهات جاية جديد بازن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته